تفشي كورونا سرع من وطيرة رقمنة الوظائف وطبعا استبدال البشر بالروبوتات دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي كشفت أن الروبوتات تستهدف نتحدث عن 85 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة في الشركات المتوسطة وأيضا كبيرة الحجم في إحصاء لافت فإن أربعة من بين خمسة مديرين تنفيذيين يسرعون خطط رقمنة العمل بحسب المسح الذي شمل 300 شركة عالمية خلال السنوات الخمس المقبلة سيتدعين على من يحتفظ بدوره تعلم مهارات جديدة وهذا هو الجانب المشرق في الموضوع فهناك ملايين الوظائف ستخلق في مجالات الرعاية وأيضا الصناعة التكنولوجيا وأيضا الاقتصاد الصديق للبيئة كما سيحتفظ البشر بميزتهم التنافسية في الإدارة والاستشارات أيضا في صنع القرار في التفكير والتواصل وأيضا التفاعل ترجمة نانسي قنقر